عنوين الأخبار مظاهرة حاشدة في أديس أبابا تأييداً للقوات المسلحة وتنديداً بجبهة تحرير تيجراي شرطة أديس أبابا تقول إنها ضبطت على خلايا إرهابية تابعة لجبهة تحرير تيجراي في أديس أبابا السلام عليكم مشاهدين الكرام إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي يقدم عليكم فوركيوانس قال رئيس الوضراء الدكتور أبي أحمد في رسالة نشرها على صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي إن شباب إثيوبيا قد وقفوا صفاً واحداً خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد وأضاف أبي في رسالته بأن أصعب مرحلة في المخاد هي لحظة ولادة الطفل وهذا الوقت الصعب الذي نمر به هو الوقت الذي يولد فيه الأبطال وأردف رئيس الوضراء في رسالته قائلاً إن هناك تضحيات يجب القيام بها وأن هذه تضحيات هي التي زادت من قوة إثيوبيا وتابع أبي بأن إثيوبيا دولة ذات إمكانية كبيرة وثروة وثقافة وطريخاً وطنياً هائل وسطواث الإثيوبيا مواجهة تحدياتها الحالية في وحدة لا تزعذع وسنظل على طريقنا نحو القمة بشموخ وبمرونة إلى الأمام شهدت مدينة أديس أبابا مظاهرات حاشدة تأييداً للقوات المسلحة وتنديداً بالجبهة الشعبية لتحرير تيجري بحضور عمدة مدينة أديس أبابا سيدة دانش أبابي وعدداً من القادة والأحزاب السياسية حسن محمد لديه المزيد خرج حشد كبير من سكان أديس أبابا إلى ميدان مسقاً للتنديد بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وجماعة شني وردد المتظاهرون هتافات احتجاجية على التدخل الأجنبي في الشعون الداخلية لإثيوبيا والأعمال الإنسانية التي يقوم بها الإرهابيون من الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وحلفاؤها ضد الإثيوبيين الأبرياء وتوافد سكان المدينة إلى المسيرات الحاشدة من جميع الأحياء وضواحيها ليعبروا عن تأييدهم للذين دافعوا عن إثيوبيا وضحوا من أجل وحدة البلاد وبقاء كرامتها كما قام المتظاهرون برفع الأعلام الإثيوبية والكثير من اللافتات التي تندد بالجبهة الشعبية لتحرير تيجري وجماعة أونكشني وفي كلمة ألقاها أمام المتظاهرين في العاصمة أديس أببا في ميدان مسقل قال السيد مولكيتا أببا رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في أديس أببا إن إثيوبيا فوق أي مصلحة شخصية والخلافات السياسية وأكد رئيس المجلس المشترك للأحزاب السيادية مولكيتا أببا الذي شارك في المظاهرة الالتزام بالوحدة والكرامة لإثيوبيا وشعبها وكما حضرت السيدة أدانش أببا المسيرات الحاشدة وقالت في كلمتها إن الوحدة والتعاون هو سبيلنا في النصر على هؤلاء الإرهابيين وستنتصر بكم أيها الشباب والأجيال للذود عن كرامة إثيوبيا قال رئيس المجلس نواب الشعب تاكسيش عفو يجب الحفاظ على تاريخ الانتصار الإثيوبي جاء ذلك لدى اختطام الندوة التشاورية للمناقشة التي استمرت ستة أيام في أكاديمية القيادة الإفريقية وبهذه المناثبة قال المتحدث إن إثيوبيا ليس دولة ستمذقها الفوضى التي ستختلقها القوى الخارجية والمحلية المختلفة كما حث أعضاء مجلس النواب على القيام بمسؤولياتهم تجاه البلاد في الحفاظ على أمن واستغرار البلاد وسيادتها وناغش المنتدى ثبل الرقابة والاتصال والأخلاقيات الحذب وبناء الديمقراطية وقواعد سلوك الأعضاء والقضايا ذات الصلاة حست لجنة شرطة أديث أببا سكان المدينة على اتخاذ الحذر من الأكاذيب التي ينشرها الإرهابيون والجبهة الشعبية لتحرير تيجري وشني ومؤيديها قال مفوض شرطة أديث أببا غيتو أرقاو إن الإرهابيين ينشرون الشائعات الكاذبة في المدينة حيث يبزلون الإرهابيون جهود لإنقاذ جبهة تحرير تيجري وجماعة شني وقال المفوض غيتو إن الجمهور يجب أن يدرك الطريقة التي تستخدمها الجماعة الإرهابية هي نشر الشائعات ويجب عدم إعادة نشرها وقال إن القوات الأمنية تعمل لضمان عدم وجود تهديدات أمنيات في المدينة مشيرا إلى أن الشرطة قامت باعتقال مشتبه بهم وقال إن الجهود الجارية للحفاظ على أمن أديث أببا حيث تم ضبط أسلحة وأذياء رسمية لقوات الأمن وبطاقات هوية مذورة أعلنت شرطة إدارة مدينة الدريدوى عن اعتقال أكثر من 200 شخص للاشتباه في تورطهم في عملية إرهابية وقالت اللجنة إن أسلحة وعملات ووثائق مختلفة تم ضبطها في منازل المشتبه بهم بجهود منصقة بين المجتمع وقوات الأمن وخلال العملية التي استمرت يومين ضبطت الشرطة خمسة مسدثات وعدة أسلحة نارية وأجهزة كومبيوتر وهواتف محمولة مختلفة ومؤشرات ساحة المعركة و151 ألف بر وعملات أجنبية بالإضافة إلى ذلك تم العثور على عدد من بطاقات الهوية والذي العسكري السابق والألغاب العسكرية وأحذية تدريب وأعلام إقليم تيجري وقال المدير العام للعلاقات العامة بشرطة مدينة دريدوى للإدارة القائد جامتشو كاسا إن التحقيق الذي تم إجرائه بهذا الخصوص كشف عن جبهة تحرير تيجري كانت تخطط لتنفيذ عمال إرهابية من خلال تجنيد وتسليح ونشر عضائها في مدينة دريدوى لإعادة حكمها للبلاد الذي قمعت فيه الأثيوبين على مدار 27 عاما الماضية ناقش الرئيس إقليم الصومالي مصطفى محمد الغضايا الوطنية الحالية مع عيان البلاد في الإقليم وأدان أعيان البلاد ونظرائه الأعمال التخريبية التي تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيجري الإرهابية لتدمير البلاد وبحسب وثالي الإعلام في الإقليم فإن الفضاء التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية من جرائم وظلم في البلاد وخاصة في إقليم الصومالي على مدار 30 عاما الماضية ولن يمكن تنسيانها أبدا وإن شعب أعيان القبيلة يقفون إلى جانب الحكومة في الكفاح من أجل الغضاء على الجماعة الإرهابية وحماية البلاد من الانهيار قال وزير المناجم والبترول المهندس تاكل أما إن حجم زيادة إنتاج الأسمنت أخذ في الازدياد نتيجة الإجراءات والخطوات التحسينية التي اتخذتها الحكومة في القطاع وقام الوزير بزيارة لمصنع موغر ودانغوتي للأسمنت وتفقد عملية إنتاج الأسمنت في المصانع وبحث ما نشره الوزير على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي قال إن نتيجة الأعمال التحسينية الجارية لزيادة إنتاج الأسمنت فإن المصنعان قد ذادا حاليا إنتاجهما اليومي وقال على وجه الخصوص إن الجهود الجارية لاستبدال المعادن المستوردة بالكامل مثل الفحم الحجري الذي يستخدمه منتج الأسمنت كمدخلات ليحل محلها لإنتاج المحلي بالكامل وأضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب وسنواصل المضي قدما كما هو مخطط له قال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا جيمس بيتر مورغان إن جنوب السودان سيستنكر التدخل الأجنبي في شؤون الداخلية لإثيوبيا وأشار إلى أن إثيوبيا هي دولة عريقة لديها الخبرة لحل مشاكلها بمفردها وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبيا وقال إن إثيوبيا بصفتها عضو في عصبة الأمم المتحدة وعضو مؤسس لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومشاركتها في عمل حفظ السلام في عدة دول فهي دولة ذات خبرة وحكمة تعرف كيف تحل مشاكلها بمفردها مضيفا أن جنوب السودان واثقة من أن إثيوبيا ستكون قادرة على ذلك واستذكر السفير الزيارة الأخيرة لرئيس جنوب السودان سلفاكير مادريد لإثيوبيا قال فيها إثيوبيا تقف دائما إلى جانب شعب جنوب السودان وأوضح على أن إثيوبيا وجنوب السودان قطع معا شوطا طويلا وأشار إلى أن إثيوبيا أجرت انتخابات حرة وسلمية ذات مصداقية وينبغي أن تكون مثالا يحتذا به في إفريقيا وهي دولة أفريقية حرة لم تتعرض للاستعمار وأن كل الأنظر تتجه نحو إثيوبيا وأكد السفير على أن إثيوبيا لها دور لا يقدر بثمنا في التكامل الإقليمي في القرن الإفريقي قال الصحفي والمراثل الاستخصائي لغاندي دانييل لوتايا الحائز على جائزة تغرير تلفزيوني لسي إن إن بشأن الوضع الحالي في إثيوبيا أن شبكة سي إن إن ووسائل الإعلام الدولي الأخرى في كابوس لأنها تخبر العالم بقصص كاذبة وملفقة عن إثيوبيا على عكس ما يحدث بالفعل في البلاد وغرد دانييل لوتايا على تويتر قائلنا قبل رحلة إلى إثيوبيا تابعت تقرير سي إن إن ووسائل الإعلام الدولية الأخرى وأعتقد أنني زاهب إلى منطقة حرب لقد كنت في أديس أبابا بالأمس واليوم في أداما ولكن لا يوجد شيئا ولا رصاصات ولا توتر والحملات المفتوحة ولا حواجز عسكرية على الطرق وأضاف يوجد في الواقع وجود عسكرية في كامبالا أكثر من أديس أبابا مشاهدين الكرام قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العنوين مظاهرة حاشدة في أديس أبابا تأييدا للقوات المسلحة وتنديدا بجبهة تحرير تيجراي شرطة أداما